بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يسألوني بعض الأخوة أو ينتقدوني يقول لماذا تركز على سيد مقتدى الصدر هذه الأيام في حقيقة أنا لست منحازن لأي حزب سياسي ولا منتمي ولا أتدخل في السياسة العراقية اليومية وإنما أرى أقدم ملاحظات على ما أرى من اتجاهات خاطئة في بناء المجتمع العراقي يعني بالقضايا الفكرية والثقافية والدستورية القضايا المهمة التي يمكن أن تنشر العدل والمحبة والسلام في المجتمع والوحدة بين المؤمنين بين العراقيين هذا هو هدفي وهذا الذي أسعى إليه لذلك أبحث القضايا الطائفية أن تقد القضايا الطائفية والقضايا المتطرفة من كل طرف والبعض يقول أنك يعني تضرب التيار من أجل الإطار وأنا ما عندي أي مصلحة مع الإطار ولا عندي أي علاقة معهم حقيقة وأنتقدهم أحيانا أحيانا كثيرة وليس أحيانا فقط أنتقد أساسا نظرية ولاية الفقه أنتقد نظرية وجود الإمام الثاني عشر الذي يعتمد عليه المراجع والأدعياء ولاية الأمر وأنتقد أيضا اتباع أي شخص يؤمن بالدستور العراقي ويصوت عليه ويستفيد من عنده أن يوالي شخصا خارج حدود العراق لأنه مفروض فيه يعني العملية السياسية تكون في داخل العراق فأنا لست مع أحد حقيقة ولا أكن أي عداء أو بغض شخصي أنا لست مرشحا لرئاس الجمهورية أو المرجعية في مقابل أسر المقتدى الصدر أو مقابل أي أحد آخر ولا أرشح للنيابة ولا أرشح لشيء إنما يعني أتابع يعني أنا كنت في صميم العمل السياسي منذ خمسين عاما حقيقة أنا كنت معارض صدام وداعية يعني لتغيير هذا النظام أو ذلك النظام وعشت في إيران ودرجت التجربة الإيرانية ولاحظت فيها طبعا كانت هي طاغية على مشاعر العالم الإسلامي وليس على الشيعة أو العراقيين فقط ومع ذلك أنا من أول يوم وطأت قدماي أرض إيران كنت أحاول أن أدرس التجربة الإيرانية وأرى كيف يمكن أن نستفيد منها في مستقبل العراق وكنت أفتح عيوني تماما وما أقلد وما أتبع أحد وما يعني تغلب علي العاطفة لذلك عندما طرح الإمام الخميني سنة 88 نظرية ولاية الفقه المطلقة التي اعتبرها شعبة من ولاية رسول الله ومن الأم المعصومين وأن الفقه هذا مجعول ومنصوب ومعين من قبل الإمام المهدي ووقعته وفوق الشعب هنا يعني تعلق الدرس الأكبر وبدأت أبحث في موضوع نظرية ولاية الفقه هل له هذه صلاحيات الفقه الولي الأمر يعني أم لا؟ هل هو نائب الشعب أم هو نائب الإمام المهدي؟ هذا سؤال مهم كان جدا في سنة 88 والحمد لله أن كنت في الحوزة ودرست هذا الموضوع ودرسته درس خارج في حوزة القائم مئة درس مئة حلقة في ذلك السنة درست هذا الموضوع على طلابي في حوزة القائم سنة 89 وسنة 90 بدأت المرحلة الثانية لدراسة موضوع الإمام المهدي ونظرية الإمام الإلهية فأعطت النظر في كل الفكر السياسي الشيائي من جديد ورجعت إلى مذهب أهل البيت أو توصلت إلى مذهب أهل البيت الذي هو الشورى وليس نظرية الإمامة الإلهية والناس والتعيومة والآن عندما أنا أراقب الساحة العراقية وأقدم بعض الملاحظات وأقدم بعض الإرشادات أو بعض الانتقادات البعض ينتقد ولا يستطيع أن يتحمل أي اقتراح أي تحليل سياسي أي تحليل فكري مثلا ناقد فكري لا هذا الإنسان معصوم ولا يمكن أن يخطئ وهو يعرف كل شيء وهو قد يكون بعكس ذلك يعني لذلك أنا يعني مع الأسف سديد كنت أتابع الحركة السياسية للسيد المقتدى وشفت يعني متطرف في الأنف متطرف في نقد الآخرين ومدح الذات واعتبار نفسه هو كأنه يعني إمام معصوم لا يخطئ والآخرين كلهم يخطئون حتى جماعة اللي ينشقون عنه ذول الخوارج ومنافقون وذول يبحثون عن الدنيا والمال هذا ليس صحيح وقدمت خلال خمس سنوات أدت مرات كنت أتحدث عن هذه الطريقة في التعامل الأبوي الاستعلائي على التيار ومطالبة أبناء التيار بأن يكونوا مثل الميت في المغتسل بلا تفكير وبلا عقل وبلا نقد وبلا اعتراض شما يقول السيد لازم يطيعه هذا بفكر مخالف للديمقراطية مخالف للثقافة الإسلامية حتى مع الأسف هذا يبني شخصية ويسوق هؤلاء الجماهير إلى النار بالتالي إلى الاقتتال لا أقصد نار الآخرة أنا لا أعلم بها ولكن هاي المأساة التي حصلت قبل أسبوع أسبوعين اللي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى وبعدين أول شيء يقول القاتل المقتول في النار ثم صاروا الشهداء بعدين يعني على بحايا بحايا العنف والتحشيد والتعبئة العلامية المتطرفة تخلق وتؤدي بها ولا أدري إذا كان هذولا يجمع على المنطقة الخضراء بأمر السيد لو بدون أمري إذا بأمر مشكلة وإذا بدون أمر ليش حشدهم هالأسلحة وروحوا وهجموا على المنطقة الخضراء وعلى من فيها واقتتلوا معهم ويسقطون شوه دعا من الطرفين طبعا أكثرهم من التيار الصدري مع الأسف الشديد يعني حقيقة اندماء بريئة وريقت بقيادة غير حكيمة بتعبئة عنيفة ولا تزال التعبئة مستمرة يعني مع الأسف الشديد على الأساس هو استقال استقالة نهائية واعتزل لعمل السياسي وبأمر شرعي كما يقول ومع ذلك مستمر الآن السيد منتقل إلى صفحة جديدة إلى صفحة ثقافية أو فكرية وبدأ يغرد في تويتر أو ينشر المقالات يعني وهي أخطر من التعبئة السياسية أخطر من الأخطاء السياسية التي تقترفها يعني هذه تعمق جذور الانحراف والفساد والمشاكل في المجتمع العراقي الشيعي بالذات وبالتالي إلها مردودات معكوسة على الشيعة وعلى التيارة الصديدة حقيقة كما لمست من بعض الأخوة المعلقين وأتوقع هذا الشيء وأنا أعرف هذا الشيء من قديم يعني هذا التطرف العنف الغلو في أهل البيت يؤدي للناس يكفرون التيارة الصديدة يكفرون مقتدى ويكفرون الشيعة من ورائه مو فقط مقتدى وبالتالي يحدث شرخ في المجتمع العراقي الشيعي بعد كيف يمكن نتفق على قائمة موحدة ديمقراطية مثلا أو لا يصير ابتعاد وكراهية وعداوة وبغضاء واقتتال أيضا طائفية الغلو بأهل البيت هذا يؤدي والغلو من أين ينشأ مع الأسف الشديد مو فقط سيد المقتدى عموم الحوزة أيضا كذلك ليس ليس كلها ولكن في عموم في كثير من الحوزة أنا أسميه الحوزة الأمية غير الحوزة الأمية اللي بعض الناس كلش قليلين اللي يبحثون ويدرسون ويدكقون ويتكلمون هناك ناس بس لفل أمامه أو أبوه كان معمم أو أبوه كان مرجع أسف مستهيد لمو مشستهيد مو مشكلة مو مهم بس يموم أبوه معمم ومعروف وهو من لفلع ماهما صرع كأنه يقولون بالحوزة معروف هذا المثل يقولون ابن العالم نصف العالم أنت ابن عالم نصف عالم وقول لا أعلم نصف العالم فصرت أنت عالم هو لا يعلم وأبن العالم فصار عالم كامل يعني فهنا المشكلة الفكر العام ما يسمى هذا الفكر المغالي اللي باسم أهل البيت وباسم الإمام الحسين فكر المغالي يبتعد عن القرآن الكريم ويبتعد عن السنة النبوية ويبتعد عن أحاديث أهل البيت الصحيحة والثابتة والمتواترة وحتى الأخبار الضعيفة يبتعد حتى عن أخبار الضعيفة ويتشبث بأخبار مختلقة معروفة يعني نحن نعرف عند الشيعة هناك تياران منذ مئات السنين تيار أصولي يحاول يدقق في الروايات من الشيخ المفيد؟ يعني انتهج هذا الاجتهاد الاجتهاد يعني التدقيق في الروايات مثلاً قبله كان الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوه الصدوق أو الشيخ الكوليني هؤلاء كانوا أخباريين ما يؤمنون بالاجتهاد يحرمون الاجتهاد ويقبلون أي روايات كانت لذلك انتشر في القرن الرابع الهجري كتاب مثلاً كتاب سليم بن كيس الهلالي وشراً تشبثوا بذول النعماني والصدوق والكليني أخذوا من عندها وهذا كأنه رواياتها صحيحة هو كتاب مفتعل مختلق محن مئات أفنين اجي مرة واحدة ظهر وصار هذا مسيطرة على الثقافة الشعبية اجي الشيخ المفيد انتقد الشيخ الصدوق قال هذا شلون يعني يأخذ كتاب سليم بن كيس الهلالي وهذا الكتاب يعني ما معروف من وين جاي ولا يجوز أحد يعتمد عليه إلا يعتمد عليه يراجع الأخبار الأخرى والكتب الأخرى فإنه صار خط أصولي يعني دائماً يحاول هذا الخط أو هؤلاء العلماء أن يحققوا يدكقوا يتأكدوا من الروايات الخط الأخباري يقول لا كل الرواية صحية كل الكافي صحيح كل الكتب صحيح وما يدكقوا ما يتأكدوا أصلاً ما يبحث ولا يناقش وحتى في الخط الأخباري هم في درجات في ناس أيضاً حاولوا يتأكدوا من الروايات يعني ما يجتهدون بالأصول وكذا يعني اجتهادات الأخرى يأخذون فقط الروايات ولكن يحاولون الاجتهاد في الرجال على الأقل أن هذه الرواية موثوكة صحيحة مصحيحة مثلاً قبل 100 سنة كان واحد معروف اسمه الشيخ أباس القمي تلميذ الطبرسي هذا نوري الطبرسي اللي محدث كان يسموه وهذا الشيخ أباس القمي كان محدث محدث وتابع إلى تلميذ فكثم كتاب مفاتيح الجنان هذا اللي يشوفوه منتشر الآن في كل البيوت وكل المكتبات والمساجد الشيعية مفاتيح الجنان أدعية أدعية هذا كتبها بناء على في كتاب سابق قبل اللي كان منتشر عندي الشيعة اسمه مفتاح الجنان مو منفاتيح مفتاح الجنان واحد العلام المجلسي أو واحد من تلاميذ كانت وفي أدعية يعني جداً يعني مو صحيحة فالشيخ أباس القمي اللي هو محدث مو مو مجتهد ولا أصولي رفض ذاك الكتاب واستنكره في مقدمة المفاتيح مكتوب القصة ما التأقرب في مقدمة مفاتيح الجنان ومثلاً إجاء على حديث الكساء حديث الكساء في حديث مختصر يروسلنا أيضاً أن النبي جمعهم آلتا جمع الممعالي وفاطم وزاراء والحسن والحسين ودعا لهم اللهم أرحمهم يعني أذب عنهم رجز وطهرهم تطهيراً طيب هذا الدعاء اللي أصل الدعاء هذا ولكن إجاء الغلاة سوفت حديث أخرى إضافية على هذا بس أقراركم إياها والشيخ عباس القمي كان يستنكر هذا الحديث هو محدث أخباري مع ذلك كان يرفض هذا الحديث ويقول هذا مشلون ولا أجيز أحد يعني يضيف على كتابي بعد ما مات الله يرحم يجيوا ناس أيضاً حطوا هذا الحديث طبعه طبعه أنا ما بي حقوق طبعه وكذا يطبعه كما يشاءون فوضعوا هذا الحديث في الكتاب وبعض العلماء حتى الآن في إيران والمحققين والأخبارين حتى يمزقون هذا الحديث مثل ما فعل الشيخ ريشهري اللي كان وزير الاستخبارات في إيران وصار سادن هذا شاه عبد العظيم في جنوب طهران كان يمزق هذا الحديث من الكتب هذا شأنه حديث موضوع شي له حرام هذا فييجي واحد مثلاً لا دارس قرآن ما أحترام يعني ما أتكلم على الأشخاص ولكن لأنه واحد لما يصد ويطرح شيء على الفكر العام وأكو ناس أتباع بالملايين مثلاً يتبعوه فلابد أن تناقش لازم أن تتحدث ولو الأتباع مصقرين إذا ناتوا معيونهم وما يسمعون لأي واحد آخر وأي واحد يتكلم بكلام يعتبروا هذا معادي هذا نحص بمثلاً جادي عادي على الصدق ما عندي أي مصلحة أنا في الاستدامة أو الاحتكاك حتى صدقوني وإلا كنت لا أبالي كما كثير من الناس لا يبالون ولكن عندما واحد يبدأ بمسيرة متراجعة متراجعية متقدمية نحو الأمام نحو الوحدة والعدالة والمحبة والأخوة ولا هذه الشعارات التي أنا أهدف إلها إذا واحد يقوم يرجع يزيد يعني يصبه الزيت على النار أو الطيم بلة يزيد الطيم بلة ويعمق جذور الخلاف جذور المشاكل في العراق اللي طائفية الطائفية منين تنشع؟ من الغلوب من الغلوب بأهل البيت يجي واحد يغالي أكثر بناء على ماذا ليس على القرآن وليس على الحديث النبوي والثابت الصحية وليس حتى على أحاديث أهل البيت إنما يأخذ الأحاديث طائرة بالهوى من صنع الغلات والمغالين والفرق الملعونة على لسان أهل البيت يأخذ الأحاديث ويعتبرها كأنه قرآن ويقوم يفكر عليه وفلسف ويتكلم وكذا ويحلل وينشر ثقافة سلبية في المجتمع ثقافة خطيرة حقيقة ثقافة خطيرة تهدد وحدة المجتمع العراقي وتهدد الشيعة بالذات وتهدد التيار الصدري لأن الناس سيكون لهم رد فعل على هذه المغالات وهذه الثقافة المغالية ابتدأ السيد في تفسير آية التطهير فإيجا قال هذي ليش الله يقول عنكم لا ما قال عن كنة فإذن هذه ما تشمو النساء النبي طيب هذا سنعبرها ولو فيها مناقشة من قديم الزمان أنه والأخوة الناس المثقفين البسطاء ناقشوا هاي المسألة وقال لولا هاي شون أنت وين شون ندرس شون نقاري شون نباحث شلون ما تعرف القرآن بلقرآن في هال أمثلة الكثيرة خلي شوين نتوقف حيوة لو أطول عليكم معليش لأن هذا موضوع مهم جدا وخطير شوفوا شلون هو ماذا يقول وكيف الناس الأخوة ناقشوا وردوا عليهم نعم هو جاء فسر هذا الحديث أو الآية القرآنية عفوا إنما يريد الله ليذيب عنكم الرسة أهل البيت ويطهركم تطهيرها يقول فعلى الرغم من إفاضة علمائنا الأعلام بتفسير هذه الآية فإنها ما زالت محط خلاف بين سنة والسيعة كما يعتبرون كما يعبرون فالسنة والجماعة يتبنون تطبيقها على النساء النبي أو إنها شاملة لهن على أقل على عكس الإمامية فإنهم يخصصونها بالمحصومين سلام الله عليه أجمعين وبطبيعة الحال فإني أميله إلى الرئيس يعني بأتبار أنا شيء يعني ولي على ذلك بعض القرائن الداخلية إنجاز التعبير أو كل قرائن مستوحات من نفس الآية ويقول شن القرينة الأولى عن كن عنكم فإن الآية الكريمة جاءت بسياك الكلام عن نساء النبي آيات قبلها وآيات بعدها وهذا يحتم أن تكون يريد الله ليدبع عن كن الرجل وليس عنكم لماذا الله قال عنكم ما قال عن كن هذا السؤال يطرحه سريع المقدمة فإن قيل إنها شاملة لأزواج النبي ولغيرهم من أهل البيت قلنا إذن فالقدر المتيكّن هو غير الأزواج لأنه مجمع عليه من كل الطرفين مضافا لعدم إمكان تحديده بنساء النبي فقط ولكن الآية هو يقول شاملة أنها شاملة بعدها يقول لا مو شاملة تطلع النساء النبي شنو لماذا شنو الهدف من ذلك فشوفوا الأخوة يعني ردوت كثيرة علي طبعا يعني أبسط إنسان يمكن يناقش أو يرده وبعض أخوة ينزعجون من الإقحام هذا لقد أقحم نفسه بمركب غير سهل فالأخ يعني أكد ردود عنيفة علي أيضا أنه بشلون أنت هذا الله يحصل ولم ينتهي الامتحان وقت نزول الآية بل جزئية التطهير هي من باب التأنيب وليست مكرمة لأحد مثل الأستاذ الذي يقول للطالب أدرس أريدك أن تنجح لأن يبدو عليك بعض التقصير والتطهير هو حتى ما مقصرين يتكلم بصورة عامة أنه الآية تقول إذا فعلت كذا يصير كذا إذا فعلت كذا يصير كذا والتطهير ليس حكرا لا على النساء ولا أهل البيت بالأموم بل كل البشر بس في خصوصية لنساء النبي يعني أنه أنت أكثر عليكم نعم تعليقات كثيرة في الحقيقة أنا أحاول يعني مثلا آية الكريمة التي تخاطب الملائكة يخاطبون سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فأهل البيت يشملون حتى النبي في الملائكة يخاطبوها إلى في البداية قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت البيت يصير خطاب جمع مذكر مو خطاب يعني مؤنث أنه أتعجبين من رحمة الله أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكي الله ما قال هذا الشكل بس واحد اللي يريد يعني بالقوة يأول تأويل تعسفي يعني يضطر إلى اقتراف أشياء أخرى الكلام السؤال المهم في هذا الموضوع اللي أنا طرحت على تعليقا على هذا أنه شون الهجف من وراء ذلك لنفترض أن آية التطهير شملت الإمام علي والزهراء والحسن والحسين عليهم السلام طيب فكيف نمدها إلى بقية الأئمة ونسوي نظرية إمامة 12 ما هو الدليل على نزول الإمامة في أولاد الحسين فقط وليس في أولاد الحسن أو نيناتهم وما هي الفائدة من إثبات الأسما للأئمة اليوم جاءنا قلنا الأئمة كانوا معصومين شون يعني تراثهم وين والمهم يعني شون حصل من نتيجة هذا الجدل هذا العقيم وما هي الفائدة من إثبات الأسما للأئمة اليوم وهم غير موجودين وتراثهم الأحاديث اللي قالوها هذا التراث غير موثق وإنما كله أخبار أحد ظنية ومشكوك فيها يعني الكافي اللي يبي 16 ألف حديث المجلس يقول عنه ألفين حديث فقط فيه صحيح والبقية أخبار 9500 ضعيف و 4000 حسن ولماذا انقطعت سلسلة الإمامة بوفاة العسكري دون خلف وين الأئمة من ذلك اليوم؟ 1200 سنة ما عدنا أئمة بعد فهذه النظرية كلها اللي المتكلمين الإمامية سووها في القرن الثاني نجري انهارت بوفاة الإمامة العسكري دون خلف وأين هو الإمام المعصوم اليوم؟ وهي الهدف من هذا الجدل إثبات أنه بعدين نجي نقول موجود إمام ثاني عشر غائب ونثبت بعدين ندعي النيابة الخاصة والألاقات الخاصة بهذا الإمام سواء عند السيد مقتدى أو غيره عن الإمام الغائب اللي هو أصلاً مولود وبعدين رح نبني من هالثقافة ننطلق من هالثقافة الطائفية الميتة المنكردة احنا نطلع في الشيء جديد ونبني قيادة ديكتاتورية لفرض السيطرة على أبناء التيار وعلى الشيعة ثم على العراق ونصف النظام الديمقراطي إن التركيز على نظرية الإمامة المنكردة يهدف إلى ترسيخ الدكتاتورية والاستبداد واستعباد الناس اليوم في العراق مع الأسف الشديد هسا نجي إلى التغريض الأخرى اللي البارحة قالها هذا التغريض الأخطر اللي معتمد فيها على مقطع مضاف ومختلق وموضوع من حديث ما يسمى بحديث الكساء اللي مضيفيه على هذاك الموضوع فهو يجي أول شي عنده يوم سبعة تسعة الفين واثنين وعشرين بموقعه على تويتر ذاكر من صفحتين هذه التغريضة يقول أسلط الضوء على الحديث النبوي القائل حسين مني وأنا من حسين ويشرح ماذا صار البقاء الذكر البقاء الذكر الرسول من الحسين وسببه اللي مع محسين طيب هذا مو مسألة هواية الأطروح الثانية ورد في حديث الكساء طيب يا سيدنا يا مقتدانة يا حبيبنا أنت درسة علم الحديث يعني أنا أدعوك صار مشتهد صار مشتهد واخدم الأمة في اجتهادك في علمك يعني تأخذ أحاديث منها ومنها طائرة حتى الشيخ عباس القومة ما يأمن بها تأخذها وتعتمد عليها وتفكر وتفلسف عليها هذا شيء خطير جدا يقول وردها في حديث الكساء لا مصدر ولا كتاب ولا شيء ما يذكر يعني هاي الطريقة ما ناصب يعني يقول فقال الله عز وجل يا ملائكتي قال الله عز وجل القرآن الله كل كلامه بالقرآن ماكو شيء غير القرآن لا يمكن أن ننسب إلى الله تعالى لا حديث قدسي ولا أي شيء آخر ما موجود بالقرآن فيه تبيان كل شيء القرآن فيه تبيان كل شيء ما يمكن نبني نصدق بأي كلام بأي حديث ما موجود بالقرآن أو أي فكرة ما موجودة بالقرآن لأن هاي الحديث المزورة الموضوعة باسم الله ونجي نسوي انحرافات في الأمة الإسلامية فقال الله عز وجل رأسا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي الله يخاف إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار إذن يواصل السيد مقتد يقول إذن فالأنوار الخمسة سلام الله عليهم أجمعين هم سبب الخلق ومن أجلهم وأجل محبتهم خلق الله الخلق الكون كله هاي المجرات اللي بحد الناس ما قاعدين يشوفوها ويعرفوها هاي كلها الله خلقها من أجل محبة هؤلاء الخمسة زيان شوية توقف يا سيد مقتدى زيان والأنبياء الخمسة والذين عزموا ونراحوا ذول شنو شغلهم الله ما دار لهم بال بس خلق الكون كله من أجل هؤلاء الخمسة والأنبياء السابقين كلهم ما قلهم قيمة ايه يقول الله خلق من أجلها بناء على هال هذا منبع الانحراف الخطير في الغلو الخرافي بأهل البيت بعدين يتابع يقول فيكون الإمام الحسين خامس الأنوار الخمسة جزءا من سبب الخلق الله خلق الكون من أجل هؤلاء الخمسة فإذا واحد منهم الحسين جزءا من سبب الخلق ولولاه هنا الطامة الكبرى ولولاه لما خلق الله الخلق بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو الكلام يا سيد مغتر أول واحد شيعي يقول الكلام هذا أول حتى الشيخ حتى دول الخطباء المنابر ما يحجون الشكل من أين جعب الكلام فالإمام الحسين سبب مهم في خلق الرسول في هذا العالم هو جعبه لو من الحسين الله ما كان خلق النبي كما كان هو صلى الله عليه وسلم سببا أهم في خلق الإمام الحسين واحد خلق الثاني واحد يعني أدى إلى خلق الآخر نعم ويواصل أنه أطروح الثالثة والأطروح الرابعة أنه المؤمن علي نفسه خلقوا من أنوار خلقوا من نور واحد الأمم كلهم دول الخمسة خلقوا من نور الله أو من نور واحد فالأمر يسري إلى فاطمة والحسن والحسين يقول النبي قال الإمام علي خلقت أنا وأنت من نور الله أو من نور واحد هذا مضمون الحديث أوسا ما شايف الحديث هو مقاري على الذاكرة يتكلم ومع التجريد عن الخصوصية أعني خصوصية أمير المؤمنين فالأمر يسري إلى فاطمة والحسن والحسين قياسه وقياس باطل أيضا وبما أنهم خلقوا من نور واحد فكل واحد منهم سبب لخلق الآخر أي الجزء محتاج للكل والكل محتاج للجزء فيصدق أن الحسين من نور الرسول والرسول من الحسين أيضا ربما كان يشير إلى حديث حسين مني وأنا من حسين الأطروح الرابعة أن هذا الحديث يدل على واحديتهم إنجاز التعبير وأن الرسول أراد به إلفات نظر المنكرين إلى أنه هو والإمام الحسين لا ينفصلان وإن انفصلها فيكون الأمر غير تام وفي دلالة واضحة على أحقية المعصومين بالخلافة عموما والإمام الحسين خصوصا ولا تتم الأطروحة الكاملة والدولة العادلة إلا بوجود الإمام الحسين عليه السلام بعبارة أخرى إنهم سلام الله عليهم كل واحد لا يتجزأ بل بعضه يكمل بعضا حفيد الإمام الحسين مقتدى الصدر سبعة تسعة الفين واثنين وعشرين يعني هذا الكلام يخوف يخوف العراقيين سواء كانوا سنة أو شيعة أنه بهذه الطريقة هذه إحنا نغالي بالأئمة و يعني واحد جاء وقال له وأين قول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون وواحد آخر وشطحات وهرتقات يعني تعليقات كثيرة في الحقيقة ذلك أنا طرح السؤال قلت قلت يعني السيد مقتدى يعني ديتقدم نحو الأمام حركة تقدمية باتجاه الأمام باتجاه العدل والمحبة والأخوة والمساواة والحرية أم دي يرجع لي وراء دي يرجع لي وراء يعني هو تخبط المجال السياسي يعني معقول ومحمول أي واحد يسخبط يعني مرة يقول أنا ألغي الدستور وما عرف ما أعترف بالانتخابات ولا بمجلس النواب ولا بشيء ثم يرجع يقول لا بتعالوا رجعوني يقدم دعوة المحكمة تعالوا رجعوني مجلس النواب أو يقدم حكمة ضد مثل المالك وشاكوة ضد المالك احتلوا فلان لا لا ارجع لا تحتلون يعني هذا تخبط سياسي يعني شخصي بس يجي واحد ينظر للدين وينظر يعنق الأفكار الخرافية التي تنعكس سلبا على الشيعة وعلى التيار فهو يصير فيه اتجاه رجعي يعني ليه وراء إلى مزيد من الاختلاف والاقتتال الطائفي والعنف في المجتمع وطبعا جماعته والديارة أصلا مسكرين في المرات يعني غالقين أنه خلص هذا هو الكلام الصحيح وما يمكن يقطع هو واحد ينزل عليه وما يشوفوا حتى نقاشاتهم هنا أي واحد شوي ناقش يقول موسيبوش اتموه يبن ارهاب ارهاب اعلامي المشكلة ومشكلة يعني كيف يعني في أحد الأخوة من أهل السنة يعني يقول احنا يعني هو مسيطرة على سامرة وكان يريد أو التأيار كان يريدون ينسفون ملوية سامرة لأنها مثلا هذه المتوكل بناءها على جثث أهل البيت وين جثث أهل البيت في مكان آخر متفونين فالمهم هذا الرمز يجب أن نشيل فالموقف هل الاتجاه هو رجع صار لا أنه نؤمن بالوحدة والأخوة وصار ترضى على الصحابة أيضا تراضي تكتيكي سيعة صار من ألف سنة الإمامية يعني يسبون ويلعنون ويكفرون وهذا ومرتدون هسه يجي واحد يقول لك أنا أؤمن بالإمامة وأؤمن بحق البيت وأؤمن بكل شي وأغالي فيهم وأترضى على الصحابة تترضى على الصحابة يعني إذا أريد أستخدم كلمات جالحة قليلا فالمشكلة هنا يعني أنا أنا أطلب حقيقة من السيد المقتدر يعني شوية يعتزل يعتزل حقيقة حتى يعتزل السياسة والدروس والتويتر والفيسبوك ويروح شوية يجرس يتعمى يقرأ القرآن جيدا يجرس القرآن ويأخذ أقائد الأساسية من القرآن وأي عقيدة تخالف القرآن المموجودة بالقرآن يضرب بها عرض الجدار ويعني أدوات الاجتهاد طبعا تحتاج يعني واحد علم الأصول علم الرجال علم الحديث التاريخ حقيقة وجود إمام الثاني عشر أو ما موجود يحتاج واحد يفكر فيه يدرس هاي كتب موجودة إذا سابقا محد مو يقلد يقلد لأنه أبوي والله كتب موسوعة الإمامية خمس أجزاء إذا فهاي خلص بعد ما نكون كلم فيها لا السيد محمد الصدر رحمة الله عليه أيضا هو ما أبحث ولا اجتهد ولا دقق ولا في عقيدته لم يجتهد بعدين شلون يصير مجتهد في الفقه وفي الكذا فيقوم وطلع النظريات مثل هاي النظرية الغلو والحراف العقائدي والابتعاد عن البيت والابتعاد عن الإسلام بالتالي وهذا شيء خطير جدا أدعو السيد مقتدى وأدعو أصحابه والشيوخ اللي حواليه وأعرف بعض المثقفين بعض مستشاري أنا متكلم معهم ناس فعلا مثقفين وفضلاء ولكن ما بيجمشي كما قال لأحدهم المستشار ولا يستشار قلت له هل أنت يا مستشار هل تشير على السيد قال المستشار اسمي فقط مستشار بقية الأعضاء التيار الصدري والله العظيم أنا أحبهم أهلي وأخواني هم مقيم وما عندي أعداء وياهم بس أتأسف أنه يعني يشيرون بصورة عمياء وراء واحد هو أصلاً مو مجتهد ولا باحث ولا محقق يعني شفتوا هالكلام يأخذ الأحاديث الطائرة من هنا وهناك اللي حتى الشيخ عباس القوم ما يقبل بها والخطباء شوية أجم ثقافة ما يقبلون بها يجي يبني النظريات وكل أفكار على هاي وبعدين يتفخر أنا ابن حفيدي الإمام الحسين شو تفيد أنت حفيدي الإمام الحسين أخذ فكرة الإمام الحسين وين إمام الحسين آمن به الحديث حديث الكساء المفتعل والمزور متى قال به متى نظر إليه متى دعا إلى أهل البيت بهذه الصورة أو الإمام علي أو بقية العم لازم نفصل بين الثقافة الدخيلة وبين ثقافة أهل البيت معين أهل البيت الصافي اللي هو القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر